من الأجسام المختلفة السياسية المختلفة لكن مع ذلك يدوهم ستة على تصنوا يقلقوا الحالة الكبيرة في إنهم هم تجمع الاتحاد المراطي كذلك ما تبقى من البغاية تجمع المحنين هم مهثة بمثلوا ملجسة الشراكة وذلك أساسا كل المواغفة السياسية حصرا بدءا من الثورة وإلى الآن بنجاها كلها في تضاث كامل مع شعارات وطموحات الشعب السوداني شعارات الثورة وطموحات الشعب السوداني في مسائل التغيير والتضحيات التي قام قدمها يبقى الناس يأخذ طوال خط لو شفت حزب أمه يتكلم في أي مقهر رغم أنه نفرز وإن كان الفرز صعب جدا وأنا لم أقعد أخير لها أو أضع خيار أن الأحزاب السياسية لذلك لذلك الأحزاب السياسية أشتغلت وهي الجزء الأساسي والقلب النابط للثورة لكن من أجل الغيادات قامت إن جرفت وإن حرفت عن مثار الخيارات الغيادات أولا وشعبها ثانيا وثالثا الثورة بكل ما تحمل الأحزاب التي تحصل في مجلس الشركاء هي أخواننا معهم علاقة بالثورة وهم لا يختموا الثورة وهم يختموا هنا وهم دورهم هثع ودور تخديل ويستكروا وكلام ذلك أنا أتكلمت فيه في شهر 5 2019 كان في شهر 5 2019 أنا أتكلمت فيه عن الهجمة المنظمة جدا وهذا دار أرجع للناس عشان نربط لها هذا الكلام عن الهجمة المنظمة جدا من الغوات السياسية على لجان المغاومة في مثال الاستخطاب وقام أتاح فرصة في إن حتى الجنجويض الميليشيات قامت تستخطف في لجان المغاومة يمكن فارس النور مثال حي في الفترة ذات بالنسبة للميليشيات فارس النور ذو كان عضو بتاعه لجان المغاومة ذو كان فاعد ذو كان عنده دور مؤثر كان دور كبير لكن تم استخطابه من قبل ميليشيات الجنجويض بنجد بعد الأحزاب أنا كان حذرت الأحزاب السياسية إذا كانت هي حريفة على الثورة يجب إنها تخلي الشام بتاعليجان المغاومة نحن ما قلت أنا الكلام دا قلت في لحظات وإنه يا أخي نحن ما عندنا خلاف في إنه الأحزاب السياسية تستقطب هذا دورة ودعملة ودعملة لكن الظروف الوطنية وظروف الثورة لا تسمح بمسائل اختراقات داخل اللجانة المغاومة يعني نحن ما نسمح مثلا الدرايثة بوري مثلا اللجانة المغاومة فيها أو الحباثية أو بروفة أو هناك تكون مستخطبة بحيث إنه الزمان اللجانة المغاومة كان المتا واحدة غيادته واحدة حياته كلها عبر الثورة ما عبر أي تنظيم سياسي ما ما نفسته بتاعي حيث بثياته وإنما كانت الثورة أهدافه وتضحياته التي تقدمت ومثال التغيير المنشود هذا الكلام أنا حذرت منه في شهر 5 لكل الأحزاب السياسية وذكرتها بأنين في فترة ذلك في إنه أخواننا أوقفوا هذا العبس لأنه مضر جدا بالثورة لكن هو المخطط أصلا كان ضعاف القوة الحقيقية للثورة الصدعانية ممثلة في لجانا المغاومة ضعافة من خلال السخطاب من خلال إنه مثلا لجانا المغاومة كانت موحدة لكنها تكون تم السخطابة وبالتالي أصبحت تتبع لأحزاب السياسية وبالتالي لا تكون موحدة أي حسب السياسة نحن عارفين الشكل المناكفات والشكل المزاعدات التي تحصل بين الغوات السياسية عارفين هذا يقولون بضربة وحدة الصف الثوري لجانا المغاومة وبالتالي هذا الكلام يتيح فرصة كبيرة جدا للمنية الأمنية إنها تضغط إذا لم يجد وحدة في الشارع السوداني لأنه لا لا يعني كلنا نعرف تماما إنه بالتجارب وبالخبرة السنتين الفاتحة ماذا جهة التي تقدر تهزم اللجنة الأمنية والنظام السرابق بكل الرغوة بتاعته والجبروت بتاعته والميليشيات والمغاومة لأنها هي القلبة النابط للشارع السوداني هي المنظم وهي المحرك وهي التي كانت في هذه الصورة حقيقة طيب الكلام أنا قلته في شهر 5 2019 لكنه كان الكلام مبيت لأنه ما يصحر لنا الآن مثلا في شراكة الدم أو مجلس الشركاء اللي هو خلقوه كبديل للمجلس التشريعي الناس تعرف خلقوه بديل والكلام يمكن أن يصرع عنه الطهر حجر الذي هو الطهر حجر هو ضمن الحركات المسلحة التي وقعت في اتفاق جوبا وهذا يمثل في المجلس السياد قال كلام قبل ساعات هذا الناس تعرف لأننا سوف أربط عليه حاجات كثيرة ثانية قبل ساعات تراكوبا يتوقع هذا الخبر يعني قال لي هو طهر حجر أن المجلس التشريعي لا يملك صلاحيات تعديل اتفاق السلام وصلاحياته مغيدة هذا الكلام في الراكوبة قبل ساعات هذا الكلام منشور في الراكوبة طيب هذا الكلام هذا الكلام يوضح المخطط أنه لا يكون في مجلس تشريعي كما أرادت الثورة مجلس تشريعي يقوم بقوم الحقيقية يعني لا يوجد مجلس التشريعي أخواننا بيكون ما عنده تشريعي ما في مجلس التشريعي في نفسه رغبة و ما في مجلس التشريعي بيكون مؤسسات الدولة اذا اخدنا المجلس السيادي التي تشريف استردت لكن طبعا هنا في السودان إذا مسكنا سلطة التنفيذية الممثلة في الوزراح دائلا الاثنين لا عندهم تشريع ولا عندهم مراغبة ولا عندهم محاسبة لأنهم قائمين بالعمل التنفيذي وبالتالي لا يمكن أن نرغب نفسهم لا بد تكون في جهة ثانية تفصل هذه السلطات عشان تخلق مسائل مراغبة مسائل محاسبة ومسائل التشريع هذه سلطة غايمة بذاتها هنا المجلس التشريعي لا يوجد سلطة علمينه المجلس التشريعي هو السلطة العلوية لا يوجد جهة أعلى منه يعني أنت الليلة ما بتجي المجلس التشريعي هو الليلة لو عنده مثلا عضو أخفه كده هو من يرفع الحصان عنه داخليا وهو من يحاسبه داخليا لكن ما بيجي مجلس سيادي مثلا يحاسب عضو بتاع برلمان أو مجلس انتقالي ما في رئيس وزر أو سلطة تنفيذية بتجي تحاكم مثلا عضو بتاع مجلس تشريعي أو برلمان ولو مختار ولو معيز يبقى الجهة هي المجلس نفسه لكن المجلس التشريعي من حق يحاسب مجلس السيادة واحد يجيبهم وحاسبهم وراغبهم وكله بتشريعات ويحاسب مجلس الوذراء وغيرهم لكنهم ما بيجروا يعملوا الأقصى شعناك تكون فاهمة يبقى إترمان تغيز السلطة الأكبر معناها أنت لسه أنت المجلس التشريعي الحقيقي أنت المجلس التشريعي الحقيقي لا يوجد مجلس التشريعي يغييز سلطاته وله يجب أن يجد تشريعي سلطات محددة يعني التشريعي يشريع وما يشرب الرغابة يرابوا ما يرابوا المعاتبة يحرقوا ما يحرقوا لكن هذا كان يبقى عامل وما يريدهم يخلقوا الحاجة يجب أن يجب أن يدخلوا في اتفاق السلام المجلس التشريعي هو الذي يشريع يمكن أن يفرط السلام الجوط والجوم بتاعت المجتمع الدولي أو المراغبين أو المجلس محور الشر اللي قاعدين في جوبه في الفنادو وحرسين الناس وقوموا وعملوا المجلس التشريعي أنا لو أعوض فيه ممكن أشير الاتفاقية بتاعت السلام دي الحجر وانت دول قلت تقارير غانون في جامحة النيلان ممكن أنا أشير الورقة بتاعت السلام بتاعكم ده الاتفاق السلام ده أنا كأعوضه مجلس تشريعي وأشرطه أصود عليه وأقول الكلام ده ما سلام ولا اتفاق ولا بالظمي يكون غراري أنا كمجل التشريعي هو ده الساري هو ده الساري يبقى ما في الجهة يتقيدوا وأصلا بعلمي أنه يكون غمر حامل يبقى هذا الكلام ده ماذا؟ الكلام ده لأنه أصلا المخطط معشي أنه نحن معشي لمسائل الحيثين بتاع تريف الشمال؟ بمشاركة بعض الحزاب السياسية ذكرت أنا دي بمشاركة حزب الأمة بمشاركة ما يسمى بالتجمع الاتحادي بمشاركة البحثيين أصله سوداني بمشاركة بغاية المهنيين بعد ذلك إطافة للنية الأمنية وبعد ذلك نشروح ماشي مع الميليشيات في النهاية أخوان أنا سأصل لكم للحطة دي أنه دارفور وهم بدغوط دولية لازم تتفصل وأنا أقول لكم كيف؟ وأن الشمال يحكم بالعقلية الدكتاتورية اللي ما عندها العميلة المرتبطة بارتبات خارجة كامل مصر هي حكومة ما تشوفه الآن ولا شيء اللي ما تشوفه بعد سنتين بالتعديدا بعد سنتين ما تشوفه اللي بيحصل وبالتالي يعني الليلة تاني يعني الفجغة الليلة هذه اللي أخذناها مثال اللي نرى الأمارات بالطالب بحيث اللي يكون لديها نسبة 40% وأثيبتها ما عندها الحق في في الفغشة شفاء الفشغة والأمارات التي تصمت عندها أعلق بالموضوح هذه 80% هذه سودانية بأي فهم مثلا الارتباطات التداخلات الخارجية والأجنبية يبقى ده في النهاية هذا ما يدعو له بهم كمخطط جديد طيب الأحزاب تنازلت عن مبدأ الثورة تماما وتنازلت عن الوطنية نصر يعني ما تكون كلمة حادة لكن هي حقيقة حقيقة الوضع الغايم الآن الوطنية نصرها هو تم التنازل عنها يبقى إتا الليلة بتواجه طيب السياسات دي ببساطة جدا الأساس بتاع النظام السابق والليلة الليلة الأمنية هي التي تشرف على المسائل الداخلية وبالتالي نجد أن هذه الليلة بتواجه الثورة السودالية إذا 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 إذا